ترجل أحد رموز العراق عن صهوة جواد خلد الأصالة العراقية في سيرة حافلة بالإنجاز بتلك الكلمات نطق المعزون برحيل عبد العزيز النجيفي أحد الشيوخ الموصل والتي عرفته وعرفها جيدا بتاريخ حافل سطر بإنجازات وطنية ترجل النجيفي عن عمر يناهز تسعة وتسعين عاما لكنه ترك إرثا خلدته كتب التاريخ سيم الكتاب الذي حمل اسم آل النجيفي المصريون وثلاثة من أجيال تاريخ العراق والد كل من النائب السابق أسامة عبد العزيز النجيفي السياسي والبرلماني ووالد نائب أثير النجيفي والدكتور محمد النجيفي لكن راحل الشيخ النجيفي ضرب أركان الحزن ليس في الموصل فحسب بل في عموم العراق ذلك لأن الراحل تدرج بخطى مسيرة حملت عنوين الإنجاز بلسان من شهد عصره ورفق رسائل ما حملته سيرة أبنائه سياسيا ووطنيا توفي النجيفي فجر الأربعاء السادس والعشرين من حزيران وهو من مواليد الف وتسعمائة وخمسة وعشرين وهو أكبر أولاد الحاج محمد بيكنو جيفي من الذكور تلقى تعليمه في الموصل وأتقن الفروسية وركوب الخيل والتجارة فيها من زملائه جيل عراقي محفور في الذاكرة كالدكتور فخر الدباغ والأستاذ عبد المجيد شنشل والدكتور عصمة كتاني والدكتور خير الدين حسيب وشخصيات رفيعة كثيرة تخرج النجيفي من كلية الحقوق عام 1950 كان نائبا عن الموصل في الدورة الانتخابية الثانية عشرة من الحادي والعشرين من حزيران 1948 إلى الثلاثين من حزيران 1949 وفي الدورة الانتخابية الثالث عشرة من الرابع والعشرين كانون الثاني 1953 إلى الثامن والعشرين من نيسان 1954 قالها ذات يوم خرج من المعتقل وكانت دوره منهوبة لكنه استأجر بيت وزرع وعمل ليصبح صاحب أكبر بيت في الموصل خلال ثلاث سنوات تلك سيرة خلدها التاريخ بصورة الإصرار والتحدي والتي إن غاب صاحبها عن الحياة إلا أنها نابضة لا تموت هكذا يكتب العراقيون في رثاء رجل يقولون أنه لن يتكرر ترجمة نانسي قنقر